اشتركوا في القناة مرت الذكرة السنوية الأولى على ما يسمى بالانتخابات المبكرة يعني مرت سنة كاملة على إجراء تلك الانتخابات التي سميت بالانتخابات المبكرة وطبع لم تشكل لحد الآن لحكومة وما زال الصراع قائما بين أطراف العملية السياسية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي مناسبة مر سنة على تلك الانتخابات أصدر بيانا في هذه الذكرة يعني دعا فيه للاحتكام إلى منطق الحوار لحل ما يسمونه السداد السياسي أو الأزمة السياسية وقال أيضا أن الاحتكام إلى صناديق الاختراع يجب أن يرتبط بإيمان كل الفرق أو القوى المشاركة في الانتخابات بالمبادئ الديمقراطية وقال أيضا أن الانتخابات المبكرة جاء التلبية لمضالب شعبنا يعني دعونا نتحدث عن هذا التصريح الذي هو دائما تصريحاته مثيرة وغريبة وعجيبة لا تتناسب مع الواقع الحقيقة الرجل مجرد ظاهرة صوتية وظاهرة صوتية غريبة عجيبة أولا هو دعا إلى احتكام إلى منطق الحوار لحل الأزمة السياسية أي حوار من يقصدهم الحوار بين هذه الأطراف السياسية التي حكمت العراق من العام 2003 لحد الآن ثوالي عشرين سنة وهو جزء منهم كان السببا في فساد العراق وخرابه ودماره وتدميره ورهق شعبه وقتلهم وتعذيبهم وجعل العراق من أسوأ الدول وفقدانه لسيادته واستقلاله وطمأنينته وطمأنية ناسه وزيادة مساحة الفقراء ومساحة البطالة ويعني تهديم التعليم تجريف التعليم في العراق وغياب الخدمات الصحية وغياب الخدمات العامة وطائفية والفكرة الطائفية وتحكم العقول البائسة والميليشيات بالناس وأرغاهم على ما يريدون هذا الحوار هذه القوة التي يجب أن تتحاور بماذا تتحاور؟ ما يصال لعشرين سنة التحاور التحاور في مكاسبها ومطامعها وبالتالي هو يعرف والكل يعرف وأمريكا تعرف وإيران تعرف وكل العالم يعرف أن هذه القوة مملوكة لقوة أقليمية وخارجية دولية والأوامر تأتيها من الخارج وهي تنفذ أجندة مجرد هم مجرد موظفين في مشروع لكل دولة إيران لها مشروع وموظفة به ناس أجراء ينفذون لهذا المشروع ميليشيات على أحزاب على قوى تنفذ سياساتها ماذا علاقة بسياسة العراق فلذلك الأزمة السياسية وغير الأزمة السياسية تحل من الخارج لا تحل من الداخل هؤلاء مجرد بيادك هذه واحد الثاني يقول أن الاحتكام الأصلا نديق الإختراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى المشاركة بالعمل السياسية والمشاركة بالانتخابات بالمبادئ الديمقراطية أي مبادئ ديمقراطية وهو يعرف وكل العراقين يعرفون وغير الخارج يعرفون أن هذه القوى يعني متمترسة خلف ميليشيات متمترسة خلف السلاح وهذا السلاح جاب الهمتيازات ومبالغ وبالتالي يعرفون جدا أن الطائفية والديمقراطية لا تأتينا على صباح واحد كل هذه القوى تحمل فكر طائفي أنا يعني إذا ما قصدنا من يدعون أنهم يمثلون الشيعة هذه الأحزاب أما من يدعونه تنثيل السنة فهؤلاء مجرد بيادق تابعة تحاول أن تتملق للطرف الآخر اللي تسميه الأخ الأكبر لكي يرضى عنها وربما تكون ملكية أكثر من الملك لكي ترضي الطرف الآخر هذا واقع الحال أما الأكراد فالناس يعني معلنيها لا يخفونها يقولون نحن مجبرين على البقاء في العراق وسووا استفتاء رادة يخرجوا من العراق لكن ما يعني ما ما نجح بأيديهم وهم يريدون في أي لحظة ومرتبين وضعهم على أنهم خارج هذه المعادلة يوافقون على ما يفيدهم يعني قبل تشكيل أي حكومة أي عمل ما كان الذي يحكم لا يعنيهم المهم يستجيب لطلباتهم إذا ما استجاب إلى طلباتك فهم موافقين عليه هذا واقع الحال هم يقولون مشاكل العراق لا تعنينا وبدليل أنه طوال عشرين سنة كل المشاكل التي حصلت في العراق ليس لهم علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد وكثير من المشاكل الأمنية كانوا يقفلون حدودهم إذا يقولون هم لدينا حدود ويقفلون ما يسمى بالحدود فبالتالي هذه القوى التي تشكيل العملية السياسية فكيف يذهبون للصناديق ما علاقة الديمقراطية بهذا الموضوع ثم ثانيا إذا كان الصناديق الاختراح هي الفيصل لتحديد الديمقراطية والحرية في العراق ما كان من الموجب ومن الحق أن تحترموا الديمقراطية إذا كنتم تتكلمون بالديمقراطية بهذا الشكل وتقولوا أن 80% أكثر من 85% من الشعب العراق لم يشارك في هذه الانتخابات و 15 أو أقل من 15-12% من شاركوا بالانتخابات هي ميليشيات وقوة أمنية وقوة حزبية التي في العملية السياسية هي التي شاركت في الانتخابات أليس عيبا أن تعتمدوا انتخابات وتعتمدوا النتائج صدرت عن انتخابات مزورة بهذا الطريق وغير شرعية بهذه الطريقة وتقولوا أنها 40% وأمريكا تأييدكم في يعني تهنئكم ببرقية والسفير الأمريكي يهنئكم ببرقية والاتحاد الأوروبي يجزلكم معرف منه وجامع العربية هذه الكذبة والتمثيلية ما عادت تنطلي على أحد ما الشعب كلها قاطحة احترمتم إرادة الشعب أنتو هذه الديمقراطية لمن؟ مو للشعب؟ مو الشعب قاطحة الانتخابات هل احترمتم إرادة الشعب؟ ثاليا تقولون انتخابات مبكرة يقول مصطفى الكاظم انتخابات مبكرة جاءت تلبية للمطالب شعبنا هي مطالب شعبنا قالت يعني هكذا روحوا ويسألون انتخابات مبكرة أم قالوا قبلها أكو خطوات يجب أن تنفذ وبعد ذلك نجري الانتخابات المبكرة قالوا يجب أن تسقط العملية السياسية ونشكل عملية سياسية جديدة قالوا يجب أن لا تشارك فيها كل هذه الأحزاب التي شاركت في الخراب من 2003 لغاية 2011 عندما جرت ثورة تشرين قالوا تقديم القتلة للعدالة قالوا تشكيل حكومة موقعة ترعى هذه الأمور حكومة الطوارئ ترعى هذه الأمور وتحاسب المفسدين قالوا حصر السلاح بيد الدولة هذا اللي قالوا هذا جزء من الذي قالوا وبعد ذلك نجري الانتخابات وتهيئتها وكتابة قانون جديد الانتخابات وإلغاء الدستور هذا كل طالبوا به أنتم جئتم إلى الانتخابات المبكرة هذه فقط الفقرة لكي تزوروا الوضع وتقولوا أنه يعني ثورة تشرين هي اللي طالبت والشعب هو طالب بيها هذه الكذبة لا تنطلي على أحد ومن المعيب أن تتحدثوا بها بهذه الطريقة لأنكم تتحدثوا مع الشعب العراقي الشعب العراقي ليس شعبا يعني هكذا يمكن أن تكذبوا عليه وتمر كذبتكم كما تريدون وتنطلي عليه هذا الشعب ذكي يعني عانى وعاش ويلات كثيرة وهو يفهم الصغيرة والكبيرة الأموي فيه والمتعلم يفهمون كل شيء شعب ذكي وشعب لماع وشعب يريد الحياة ويحب وطنه ويحب ناسه هذا الشعب غير يعني أنتم يعني مو من جنس الحقيقة لذلك تتصرفون بهذا الشكل وتعتقدون أن العراقيين ممكن أن ينخدعوا يعني اللي حولكم عشر خمسة عشر واحد عشرين واحد ألفين واحد خمسة ألاف واحد مليون واحد يصفقون لكم وتتصورون أن الشعب العراقي كله يصفق لكم هذه كذبة كبيرة الحقيقة يجب أن تصحوا على زمانكم لأن الشعب لن يقبل بهذا لن يقبل بهذا التزوير ولن يستمر هذا التزوير كثيرا يعني وقت هذه الحلقة ربما قد انتهى أشكركم عزاء المشاهدين والتقيكم في حلقة أخرى ربما واحدة من الحلقات القادمة أيضا سنتحدث عن تصريح لمصطفى الكاظمي إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة